أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى نتمنى تكونوا بألف خير واليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كيناني وبنسبة المتتبعات اللي كانوا على الانستغرام القبارح في اللايف قالوا لي يا سنة ضروري تشاركها معنا في اليوتيوب اليوم ذاك شي باجيت نشاركها معكم ما بغيتش نتأطلع لكم كتر من حكا هاد الحلوة هادي بالنسبة الناس اللي ما كيبغيوش الحلوة بالطحين غزالة معلكة رطباء وبنتها غزالة وما حلواش بالزاف يعني في هاد واحد النسبة الحلوة اللي هي قليلة شوفوكي كتجي رطباء ومعلكة كتجي هاد الحلوة خطيرة وسهلة ضغية كتتوجدوها يعني في ربع ساعة كتتوجدوها ما كتحتاجو لاتفر كل اللوز لات شي حاجة يعني هي كتطحنوه بالزربة وكتوجدوها شوفوكي كتجي من الداخل كتجي رائعة وإلا عجبكم الفيديو بارتا جيوا على مواقع التواصل الاجتماعي باش تجعوني ونبقى مع المقادير غادي نحتاجو عندنا هنا في المقادير رابعة ديال اللوز 250 جرام وعندي واحد سبعين قرام حتى الثمانين قرام ديال المشماش لحسب القياس اللي بغيتو تماما يعني أنا درت واحد العشرة ديال الحبات سبعين قرام ديال السكر معلقة كبيرة ديال كونفوتور أو تقدروا تديرو الكليكوز يعني ش حاجة اللي غا تقدروا تديرو تالعسل وعدنا نص خمارة وبيضة يعني هي ربعات القرام في الخمارة أول حاجة غادي نبدو بها هنا هي أننا غادي نفزقو داك المشماش فزقوه واللول لطن يدير لكم اللوزو داك شي بما ما تطحنوا اللوزو هذا صافي وكتحيدو كان فزقوه هنا بشوية ديال الماء كان غطوه علي وشوية ديال المزهر باش كتجي في هدن سمع شوفوا تقدروا تديرو المشماش تقدروا تديرو الشريحة تقدروا تديرو أي فواكه الزبيب يعني أي فواكه جافة كتفضلوها تقدروا تديروها يعني أنتو ما اللي متوفر لكم في البيت أنا مولفة كان ديرا في صراحة الله بالشريحة ولكن كان عندي مشماش واللي موجود في الضار وستعملتها بي مش ضرورة أنا كنت وشي تشريو شي حاجة يعني اللي متوفر لكم هنا هي عندي رابعة ديال اللوز أي لوز تقدروا تستعملوه مش ضروري اللوز البلدية ولا هادي يعني أي لوز عندكم صاف هنا يا حنا طحناه تحنا اللولى كما كتشوفوها هو ما خاصوش تتحن بزاا حتى اتيت لقدك اللي دام ديالو نضيف سكر سانيده سبعين جرام دي السكر وإذا بغيت الحلاوه زيده شوية ستكملوا مئة جرام يعني انتوما والقيز الحلاوه اللي كتبغيوهنا ما كجيش حلوه أنا باش نقول لكم أنا ما كنتعجونيش عادي الحلوه تكون قاطعة في الحلاوه بززاف سوف أنا بعدما طحنته مع السكر سانيده هذا هو الشكل دياله شوفوا ما تخليه شيء يتطحن كتر من هكا يعني هكا باركا راح كافي باش ميجيكم شمال لك هنا بالنسبة لي غادي نبدأ نحط ذاك اللوز نحيدو فأي طحن كهربائي كتطحنوه يعني را ضغي يا ضغي اي طحن عندكم را غا يطحن لكم اللوز بحال هكا كما كتشوفو را ماشي ضروري مخصوش يكون معلك ويكون تيخرج ذاك الزيس دياله لا هكا هدي هي الطريقة اللوز ولا ما عندكم ش اللوز استعملو الكاوكاو يعني كما اللوز اللي عم توفر لكم ديروه راها لا باللوز ولا بالكاوكاو اللي كيبغون مادا قد الكاوكاو يستعملوه بيديا كنحيدوه صافي وكنبقا نخلط فيها سهلا اسهل حلوة تقدروا توجدو فهاد المناسبة الموليد النباوي را هي هاد الحلوه هادي سهلا وبسيطة غادي نضيفو عليها ديكربعة قرام ديال الخمارة وغادي نضيفو واحد القابسة ديال الملحة باش كنحيدو الشيطة تايا فوق فوق ذاك اللوز هنا ايها وابعد ما تفزق لي هير شوية ذاك المشماش كنحيدو وكننشفو فوق فوق واحد البابيي ضروري ما تنشفوش قبل ما ديالو غاي خرج لكم على الحلوه فاش تكون في الفران يعني عشق عليكم وغاي فرق عليكم ما غاديش تجيكم الحلوه كما كما اخصى تجي صافي هنا كتمسحوهم زيان كنديرو بحلاكة حبات كنستفوهم كماشتو كنديرو تسعود الحبات ولا عشرة ديال الحبات ديال المشماش ولا الشريحة اللي عندكم اللي متوفر ليكم كنديرو كي هاد المشماش ولا الشريحة كي يعني كي يجيو زوينين وكي يجيو رائع المادق ديالو كي يجيو رائع كماشتو ما استعملت شي منكيهات ولا شي حاجة يعني استعملت هات الشي هادا هنا يقدير واحد المعلقة ديال المشماش الكون فيتر ديال المشماش مع هاداك المشماش وكنديرو في نفس الطحان الذي تحان فيه كندحان فيه كل شي سافي غادي نتحن داك المشماش مع الكون فيتر بشغد نضيف الخالج شوف هنا كيفاش تتحن صافي رات تتحن راكي وخي بقى لكم طريطة صغار رأى كي يجيو داكي طريطة باينين في الحلوه كي يجيو زوينين ماشي تتحنو هتا تتتقطلو يعني هير حكا راه باراكا نضيفهم فوق اللوز فيها مقادير بساطة كما قلت لكم كما تقدروا تديرها بالكوكو كما تقدروا تديرها باللوز كتجي غزالة عندنا هنا بيضة واحدة اللي كانستعملوا فربعة ديال اللوز كانتطربوها وبتفاهم بذا نخلطو ذاك اللوز مع المشماش واللو اللي طحناه وعاد كنضيف ذاك البيضة هي اللي كان جمع بها الخالط صافي ضغية ضغية هاد الحلوه هادي ما كتتاخدش قاع منكم وقت ما كتاخدش وقت لفت خليطة ديالها وما كتاخدش منها وقت حتى في الفران يعني في الفران تهو ما كياخدش قاع منكم وقت وقبل ما تبدأوا الحلوه تصايبوها من الأحسن شعلو الفران ديروه يسخن سافي كان بقى نخلط راهي هاكا كتكون هدا هو الشكل ديالا كتكون جارية ما كتكون ش قاسحة كتكون جارية بحال هكا بهات الشكل هادا سافي كان نضيف عليا واحد المعلقة ديال زبدة اللي هي مدوبة اي زبدة عندكم اي زبدة ديال البواطة سافي كان تكون شوية مدوبة باش مكات هادا وباش كان نرطبو بها ذاك الحلوه سافي كان بقى نخلط بحالها كاره هي ضروري كتبقى عكا تلصق وكنديرو لها البلاستيك الغدائي كنخليوها كترتاح شي شوية واحد ال 15 دقيقة كترتاح لينا سافي بيد بما دا كل لوسك يشرب مزيان وذاك المقادر كتشرب مع بعض ديته وعاد كنتدوزه باش كان كورو سافي بعد ما دا ستنا ديال 15 دقيقة كندوز دابا ندير المزهر كم قندهن به بديا اللوز إيفيلي وعندي هنيا البيض البيض شوفوا الى كنتوا غاد ديرو الكوكو وديرو الكوكو إيفيلي تهورمتو فركي تباع سافي هنا غدين بقنديرها في البيض وغادين دووزها في اللوز إيفيلي شوفوا كانتدوزه مشي كتبركو بزافي كتبركوه باش كيلسقنا داك اللوز فوق ذلك الكورات ديوننا وشوفوا طريقة ديال تقراصها ضروري ما تهزوه القياس بحالها كبل مع القاولة بيديكم يا راكا تلسق كما قريتكم كتلسقوا دير افوس ديال يديكم وقرصواهاي شوية ما ترققوها شعوتيني بزاف ما تجيكم شرقيقة كي مورقة صافي كام بقاب هات الشكل هادا كام بقندور عليه هاداك الرقائق اللوس في الجوانيب كاملة كما كتشوفو صافي وكان حتى بالنسبة للبنات اللي كانوا معي في الانستغرام البارح شافوني كيف شكل دياله داك شي وحما مقادم ودقال كدروري ما تشركيها معانا كنت يالله اخرج جامل في الراسخونا وريتها اليوم كان ترا يعب بالنسبة للبنات اللي متبعيني وحتنتوا ما لا بغتوا تتبعوني على الانستغرام دخلوا عندي في نفس السمية وصفات سناء كيناني باش تتبعوا اليوميات ديالي واو فاللايفات كداني باش ت compliqué وبالنسبة للحلوه ستجربا بها اسمية الiece سوف يكون سهلة و بنينة معلكة و تبقى ارتباء يعني مني كتحتافظو بها كتبقى في نفس السميسو ديالها و ديرو هي الكيمية اللي خاصة لكم أنا مثلا هندات رابعة للوز باركة يعني تقدروا تحطوهم عشي براتورت الحلوى و داك شي تزوقو به راها كتجي رائع صافي و نكمل بها تشكلها في الأخرى نراني بقيت كنحطو و نصاوبها كاف القصرية باش تجيني سهلة و عاد كندير في البيض البيض و كندير في رقائق اللوز و غادي كنستفاف الطاوى غادي ندخلوها الفران دابع المصخن الفران اللي صخناه و غادي نقصوم درجات الحرارة يعني أنا درت ليها 1-160 درجة صافي عشرة ديالتقايق فاش طابت ليها عشرة ديالتقايق ما تفوتوها شالبنت باش ما تقصحش لكم إلا طيبتوها بالزفرة ما غادي يكمش زوينة هي كالطف عشرة ديالتقايق هنا كان دهنها أنا دهنتها بالعسل الحر باش دهنتها انتو ما تقدرو دهنها بالنباج تقدرو دهنها باللي بغيتو أنا تفضلت أني دهنها بأسيلة حرة باش تجيبنينا و ما تجينيش حلوة بزف حيث ما كان بغيش أن الحلوة تكون قاطعة في الحلاوة صافي هذا هو الشكل لكم قندهنها كما كان خرجها من الفران كي كان دهنها و كان حطا على جانب و كانتمنى أنا الفيديو دليوم يكون لإعجابكم و اللي عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم و بتتعليقات ديالكم و ببرتاجي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي و مع الأهل والأصدقاء و شوفوا الشكل ديالك كي كان تكون عارتيرها كي تجي هالحلوة هي ريحتها مع ذك ريحت المشمش و دك شي كتطلع يا سلام شوفوا شوف كي كانش كي تجي معلك غزالة و هذا هو الشكل النهائي ديالها كانتمنى لذلك الحلقة دليوم تكون لإعجابكم و كيما قلت لكم ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم و بالتعليقات ديالكم و الى الحلقة الجاية ان شاء الله فيديو جديد و وصفات جدا و مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم